مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية سيد رئيس الجمهورية حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وزوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأطحى المبارك أنا موجود في وسط الخللي طاولي مجهود وحظ الحلوكم بينكم ولي وجود إحنا نهاردة مبسوطين جداً بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا وهم عاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال والأطفال مبسوطين جداً إحنا مبسوطين والزباط جاه ودينا هداية هدوم الزبط زداني مسدس وهدوم وأنا مبسوط وكل سنة طايل أنا النور اللي جواي ينور ليك كل مكان تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم فجئنا بزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتاويهات من فخامة الرئيس للمعيدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم وكان حدث طيب أدخل السرور على المرضى وفرحانا بزيارتكم فعلاً والله جاد بفرحان بيهم وأشكركم والله على الزيارة الجميلة وعلى زوءكم بله يبارك لك يا رب ويبارك لي سيادة الرئيس رب ويبارك لنا سلام وطهر وشكراً جزيلاً ليكم وأنتو طيبين وبخير وسعادة رب يا رب كده يجي على مصر دايماً بخير وسعادة يا رب إن شاء الله عندي أمل فيكم وبكم نبني عزيمة وعمل إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة مش بس غن وده نور جديد بدايت بنا وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات أنا موجود جابوا لعبوا هدايا للأطفال في وحدة علاجة اليوم الواحد وده شيء شأنه إنه هو يعني بيفرح الأطفال وبيبسطهم بيبسطهم نشكر وزارة الداخلية على الاهتمام وإنه هما بيجوا ده من يفرح الأطفال وبيبسطهم وبينسناشاً ببساطة جداً بالهدايا شكراً جداً وقلصان تطويراً ودينا هذه شلعية طيب يا ريز؟ باباً الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار